تعالوا نروح لحفلة وداع وحفلة وداع رائعة بالمناسبة عادة حفلات الوداع بتبقى كئيبة لا ده دي الحفلة المفرحة اللي يفط العشوائي كل من هب ودب يقرر انه يرفع لنا يفطى على طريق حاجة يعني مؤسفة مأساة فيتم اقرار قانون هذا القانون يحول دون وضع لفتات بشكل عشوائي على الطرق خلونا ناخد معنا على التليفون سيادة النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصديقي اللي أنا حبه أهلا وسهلا صديقي العزيز إزايك سيادة النائب عامل إيه كله تمام خير خير والله الحمد لله سيادة النائب كلمنا عن إقراركم لهذا القانون إنه هو قرار لائحة القانون الجديد اللي أنا سمناه يعني إعلاميا وداعا لللافتات العشوائية آه طيب اسمحي طبعا بده أنضم لصوتك يعني ونتبهنا الشفاء العاجل للصمار القبير سمير صبري إن شاء الله يعني الأمور تنتمشي على خير وربنا يمتعب الصحة والعب اللهم أكيد القانون اللي حدكت حدثت عنه هو قانون تنظيم الإعلامات على الطرق العام هو رقم مئتين وتمانية لسنة عشرين وعشرين هو أصدر طبعا من فترة لكن حتى هذه اللحظة اللي إي حتى تبتزيها بتاعته لم تصدر وبالتالي هو إلى حد ما كان يعني قانون لم يفعل وإن كان فيه جالس طبعا ضمت سيب نايب وزير السكان اللي أسبوع الماضي في لجنة دارة المحلية وتكلمنا على هذا القانون وفي الحقيقة قيمة هذا القانون هو إنشاء يعني الجهاز القومي للنظيمي اللي أنات على الطرق العامة زي ما أنت حاجة فضلت وقلت في مقدمتك إن يعني الانتهاء الكامل من العشوائية اللي إحنا بنشوفها على الطرق الإعلانات اللي هي مؤذية أيضا للعين والمشاهدين والمرة ومرتادي الطرقات يعني الأمور دي كلها بينظمها هذا القانون يعني هو في الحقيقة قيمة هذا القانون إنك إنت رأى يعني برضو هتخضي على يعني مش عايز أقول بلطجة ولكن أقول يعني عدم النظام اللي كان سيد في الطرقات العامة تشعب الولايات الخاصة بكل طريق عام كل ده حيكون في الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يعني أصبح الآن لدينا قانون يجب أن نفعل لقيحة التنفيذية مفترض أنها تدرت خلال اليومين اللي فاتوا علشان نقدر نشوف مظهر حضاري زي أي حتة في الدنيا الآن احنا بنشوف إعلانات عشوائية بنشوف إعلانات معالهاش رقابة بنشوف نصف إعلانات في أماكن غير قانونية وغير محددة وغير مدفوعة القيمة وغير مدفوعة الضريقة بتاعتها يعني كل ده حيتنظم من خلال القانون حلو جدا طيب هنا يجي برضو على بالي سؤالة ست النائب هل من ضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه مراعاة الأداب والأخلاق العامة فيما يتعلق بالإعلان هقولك بقول كده ليه عشان تبقى المسألة واضحة حبتين من حوالي 14 سنة ليه صديق عزيز جدا مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي إلى مصر كل عام لزيارة الأهل وبلده الأم فابنه شاف إعلان مش مهم إعلان مين شاف إعلان الولد تخض قال إيه ده هو مصر بتعلن عن كذا 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 عادي الولد ما بيعرفش عربي هو بس شاف الموديل اللي على الإعلان شكلها ألأ شوية فلما أنا سألت صديقي كان على المحتوى الإعلاني بالزبط كده قال لي الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون حاسم حازم ملزم في شكل اللافتات الإعلانية حتى لا تتخطى الأداب العامة قلت له في أمريكا يا مايكل قال لي طبعا هل إحنا عندنا حاجة شبك كده آه طبعا آه طبعا بشكل قاطع يعني القانون ده جاه عشان ينظم هذه المساكل عظيم في كل محاك تفضلت وتتكلمت عنه سواء كان المحتوى أو كان كمان فيه الترخيص اللازمة أيها ويمكن ده مهم جدا جدا عشان نقول بقى تفعيل قوة القانون هنا تفعيل تفعيل إرادة الدولة إن يجب القضاء تماما على العشوائية ويجب ضبط المحتوى برضه لأن انت المحتوى بالنسبة لنا مهم تعالف طبعا طبعا المجتمع والثقافات اللي موجودة في المجتمع قد تتفق مع العديد من الشكل الضعائي اللي بنشوفه في الخارج ده من ضمن مهم المجلس القومي اللي هي تنظيم الإعلانات يعني ده مهم وحيبقى موجود أتمنى بس زي ما قلت لك إن احنا نفعل القانون إن يبقى فيه رقابة على تفعيله إنك توحد أيضا جهات الولاية علشان يبقى فيه عملية تنظيم الإعلان اللي انت اتكلمت عنه أستي يوسف ده هو نتيجة العشوائية طب يكون الإعلان ده موجود في حتة ما مرتش عليها يعني الجهات التنفيذية عشان ترقبه ممكن يكون كان موجود بشكل عشوائي المفترض من النداء حيختفي خمال الفترة اللي جاي وانا واثق بالمناسبة إن إحنا هنلاقي ده يعني الدولة بإرادتها القوية حتقدر إن هي توصل لشكل منضبط لمسألة الإعلانات على الطرق العامة في نفس الوقت برضو مهم جدا إن إحنا نقول إن بالتواكم مع التنظيم الخاص بالإعلانات على الطرق العامة مهم جدا إن يكون فيه تنظيم داخل المحافظات ودي ولاية المحافظين والمحليات علشان النسق الحضاري والكود المصري اللي إحنا كنا بنتكلم عنه خلال الفترة اللي فاك تقدر تشوفه بمعنى الحفاظ على هوية المحافظات ده مهم بجانب برضو الحفاظ على مسألة الإعلانات على الطرق العامة أنا في حياة متفائل جدا من القانون الجلسة اللي عقدت في الإدارة المحلية كانت جلسة بسميرة جدا نستمعنا طبعا لرأي إلهاية العامة للطرق والهيئات اللي لها ولايات على الإعلانات على الطرق العامة وبرضو سمعنا ملاحظات المحافظات مهم جدا طبق الجميع أن لازم يكون في منظومة موحدة سواء الإعلانات داخل المحافظات والأقاليم والدلتة طبعا واسكندرية وبحري وصفعيد ويبقى فيها هوية وكوت وفي نفس الوقت برضو الطرق العامة تكون داخل هذا الإطار فأنا متفائل في الحياة نتمنى بس أن التفعيل يكون أسرع من كده بشوية يا مساهل قدينا بنضغط مش مجلس النواب بيدغط والله يعني إحنا نحاول على قد ونقدر وإنهم لكن أنا متفائل جدا وشوف بص يوسف بالنسبة للتشريع مسألة تشريعية مسألة منضبطة جدا والسلطة التنفيذية والقيادة السياسية لا تألو جهدا في تطبيق القانون وتنفيذه والإشراف على تطبيقه وأنا متفائل إن إحنا قريب هتلاقي الكود اللي إحنا بيتكلم عنه هنلاقي التنظيم الحضاري عشان نشوف وجه الحضاري المقصد إن شاء الله يا مساهل الأحوال أنا بشكرك جدا 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 ست النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية